السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في درس جديد من دروس تعليم الكوريشامي نوي. النهاردة في درسنا ان شاء الله هشرح معاكم اندر حريمي او بيكيني حريمي. وهيكون كمان استكنال الميوء او الطب اللي احنا اشتغلناه بغرزة الزجزاج. وهنشتغل باذن الله النهاردة كمان الاندر بغرزة الزجزاج. وهوضح فيه ازاي نشتغل الاندر لاكتر من مقاس او لكل المقاسات. ما بداية من وميديوم ولارج واكسلار. هنحدد كل المقاسات بحيس ان شاء الله لا ما نيجي نطبق مع بعض بعد كده اي اندر باي غرزة احنا حبينها. اه انا عارفة طبعا مطلوب مني اندر بغرزة اه البراء اللي كنت عاملاه معاكم من مدة. اللي هو طبعا بغرزة الشبكة. وكمان مطلوب ان احنا نعمل البراء الاندر بردك بغرزة الزجزاج. النهاردة هنعمل مع بعض بازن الله الاندر بغرزة الزجزاج. واوعيدكم في فيديو تاني هنعمل الاندر باكتر من غرزة وباكتر من شكل او البكيني عمتا يعني. ايا كان بقى المسمى بتاعه. هنشوف كل المقاسات اللي هنحددها مع بعض. انا كل اللي هستخدمه النهاردة هستخدم. انتو عارفين طبعا بستخدم الخيوط الموجودة عندي. بس هقول لكم ايه انواع الخيوط المهمة او الصح اللي تشتغلوا بيه. هشتغل بأليز بيبي بيركيوم وابرة رقم تلاتة ونص مليميتر. انتو بالنسبة لكم. بالنسبة للاندر او بالنسبة للبرا هتشتغلوا بأليز كوتونجلد. يعني ده المفضل بصراحة بالنسبة لي بالنسبة للاندر والبرا. بيكون الخامة بتاعته حلوة ومتمسكة بحيث ان يتديكي البرا بشكل يتجسم على الجسم بشكل حلو وما يكونش مترهل وطري ومش مزبوط. وبالنسبة برضك للبكيني او الاندر برضك بيكون بنفس الشيء. الاليز كوتونجلد بيكون ممتاز جدا. اما لو هتستخدمي بالنسبة للامصان كاملة. استخدمي الاليز ديفا بيكون طريعة الجسم حلو جدا. يبقى احنا اتفقنا كده هنستخدم بالنسبة للاندر او البرا. الاليز كوتونجلد. وهتستخدمي معاهم ابرة رقم تلاتة مليمتر. بس بنفس الاعداد اللي انا هقولها بنفس المقاسات اللي انا هقولها. يعني الخيط او الابرة مش هيفرق معاكي. كل اللي هيفرق معاكي المقاسات اللي احنا هنتفق مع بعض عليها دلوقتي. وزي ما اتفقتي معكم. اه بالنسبة لاليز كوتونجلد هتستخدمي ابرة رقم تلاتة مليمتر. لو كده لاو هتستخدمي الاليز ديفا هتستخدمي بداية من واحد ونص او واحد واربعة مليمتر الابرة الى رقم اتنين مليمتر. بس طبعا افضل زي ما اتفقنا اندر او برا هنستخدم ابرة رقم تلاتة مع عليس كوتونجلد. بالنسبة للمقاسات الموجودة عندي النهاردة عندي وعندي 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 الارج وعندي اكس الارج. الاندر النهاردة هنشتغله بازن الله بمقاس ميديم زيه بالزبط زي الطب او البراء اللي اشتغلناه مع بعض عشان نبقى استكملنا المقاس الخاص بميديم سواء للبراءة وللاندر. عندنا دلوقتي بالنسبة المقاس بتاعه بيكون الطول احنا طبعا هنحتاج للمتر اكيد برضك معنا. بيكون طول انا طبعا مش بقيس على الصفقة الورقة دي ده مجرد الرسمة بس بوضح بيه. بنقيس الطول بتاع الاندر بتاعي الطول من فوق من عندي هنا كده. من المكان ده للمكان ده تحت. بيكون اربعة وعشرين سنتي. يعني احنا دلوقتي ده بيكون اربعة وعشرين سنتي متر. طيب مقاس بيكون اتنين وعشرين سنتي متر. زي ما اتفقنا بنقيس من المنطقة دي للمنطقة دي. المقاس اللي هو آآ احنا قلنا لارج اتنين وعشرين بيكون عشرين سنتي بيكون تمنتاشر سنتي. يبقى احنا كده عارفنا بالنسبة طبعا اللي بيكون رقمه تمانية وعشرين. ده مش يا جميع ده رقمه بالنسبة طبعا للمقاسات للتتباع برا في المحلات. آآ بيكون رقم تمانية وعشرين وميديم بيكون رقم اتنين وتلاتين بيكون ستة وتلاتين بيكون اربعين مقاس اربعين. لكن احنا واحنا بنقيس وهنشوف مع بعض طبعا عملي دلوقتي بيكون تمنتاشر سنتي ميديم عشرين سنتي اتنين وعشرين سنتي اكس لارج اربعة وعشرين سنتي. بالشكل ده اهو. دايما المقاسات دي تكون موجودة ومطفرة معكم. حتى لو هتصوروها من الفيديو. واتجهزوها معكم بحس ان انتو كل ما هتعملوا اي اندر. يكون المقاسات دي موجودة عندك ثابتة وجهزة. نشرح كمان بقى نبدأ نشرح من سمول. عندي دلوقتي سمول اهو المقاس سمول. اول حاجة بعملها في المقاس سمول ان انا بعمل سلسلة مكونة من خمسة سنتي. اللي هي المنطقة دي. انا ببدأ طبعا الاندر بتاعي من جزء. ببدأ المنطقة اللي هي قدام. دي بالشكل ده. حاجة بس اقرب لكم شوية. اهو. المنطقة دي بتبدأ معي خمسة سنتيمتر. الخمسة سنتيمتر دول هيطلعوا معي كم سلسلة? هيطلعوا معي عشرة سلسلة. شي. يبقى اول حاجة بالنسبة للمقاس سمول هنعمل خمسة سنتيمتر من السلاسل. ايا كان بقى انت هتشتغل باي ابرة باي حجم خيط زي ما انت حب. المهم ان انت في البداية تبدأ بخمسة سنتيمتر من السلاسل. زي ما هيطلع معاك بقى الخمسة سنتيمتر دول هيطلعوا كم سلسلة. لكن انا معي بالنسبة للخيط دوت بالنسبة الاليس كوتون جلد مع ابرة رقم تلاتة هيطلع معاك عشرة سلسلة. بعد طبعا ما بشتغل عشرة سلسلة بارتفع تمن سطور بنفس العدد اللي معايا عشرة غرزة. بدي ارتفع تمانية سطر. اهو. تمن سطور بنفس العدد بدون اي تزايد. بعد التمن سطور هيجي للمنطقة دي اهي. هنلاقي ان فيها بعض التزايد شوية. اهي. دي بيكون فيها التزايد بطريقة معينة. هرتفع فيها ست سطور. ست سطور دور هيكون ازاي? هيكون سطر بالتزايد والسطر اللي بعده بدون تزايد. يعني سطر بدون ده كده سطر. تزايد. وسطر بدون تزايد. يعني واحد وواحد واحد وواحد. طريقة التزايد هنشوفها دلوقتي هنعملها ازاي? انا لما باجي تزايد باتزايد. في اول غرزة وفي اخر غرزة. بس بقيت الغرز بشتغلها عادي خالص. بعد ما اشتغلت ست سطور سطر تزايد وسطر بدون تزايد هيجي في المنطقة اللي فوق دي الاخيرة. قبل طبعا معمل الكاميرا الاخير. هشتغل خمس سطور. تزايد مستمر. في اول غرزة وفي اخر غرزة. تزايد سطور دول بشتغلهم تزايد مستمر. يعني كل سطر بشتغل في اول غرزة تزايد وفي اخر غرزة تزايد. في الخمس سطور كميين. باجي في المنطقة الاخيرة دي. بعد طبعا ما بخلص. بشتغل من هنا آآ عشرين سلسلة ومن هنا عشرين سلسلة. وبرتفع على الاساس دوت خمس او ست سطور. بنفس العدد. يبقى احنا كده خلصنا الجزئية اللي فوق من الاندر بتاعنا. هنيجي الجزئية اللي تحت. بعد طبعا ما بخلص الجزئ اللي فوق خالص وبنتهي منه. الجزء اللي فوق دوت ست سطور هو ده اللي بنشتغله بغرزة ازجزاج. او باي غرزة طبعا انت حابها تتطبقي عليها الاندر بتاعتي. بعد كده بافصل الخيط بتاعي بعد ما خلص. وباجي اشبك الخيط في بداية هنا من البداية هنا. وباشتغل الجزئية الجديدة اللي هي تعتبر الخلف بتاع الاندر. انا بس عايز اجيبه لكم كده بس عشان ما تطلق بطوش في الارقام. باجي هنا باشتغل الجزئية دي هي هي بنفس العدد طبعا عشرة غرزة حشو. باشتغل لمسافة سطرين. سطرين بدون تزايد بعشرة غرزة حشو. استكمالا طبعا للجزئية دي. وبرجع بعد كده. باشتغل اتناشر سطر. مستمر. تزايد مستمر. يعني مفيش مش سطر وسطر بقى زي الجزئية دي لأ. انا باشتغل تزايد على كل السطور. التزايد بتاعي بيكون في اول غرزة وفي اخر غرزة. بغاية طبعا ما بوصل للجزئية دي. الجزئية دي احنا هنا عملنا طبعا عشرين سلسلة. جزئية دي كتا عشرين سلسلة. جزئية دي هتكون خمستاشر سلسلة. مش عشرين. دي بتكون اقل شوية كنزة شوية عن الجزء اللي فوق. يبقى احنا ايه هنعمل دول? اتناشر سطر فيهم تزايد مستمر. يبقى احنا كده خلصنا. ده المقاسات الخاصة طبعا بمقاس سمول. تعالوا نشوف مع بعض ميديم. خلي ميديم اخر حاجة طبعا عشان احنا ايه هنشتغل هنطبقها مع بعض بازن الله. المقاس لارج. لارج او اكس لارج على فكرة الاتنين بيمشوا مقاس واحد. نفس الحاجة. ببدأ في البداية بما يعادل ستة سنتي من السلاسل. اسفا طبعا لو بطول عليكم بس والله المقاسات دي هي اهم طبعا من تطبيق الاندر نفسه. ستة سنتي من السلاسل. الستة سنتي دول طلعوا معي اتناشر غرزة. اتفقنا. يبقى نبدأ في البداية ستة سنتي من السلاسل ودي طبعا الجزائيل اللي احنا بندقها الاولانية لفوق الاول. ستة سنتي من السلاسل. اتناشر غرزة اه ايا كان بقى الغرزة بس احنا هنشتغل بغرزة العمود بلف. حابة تشتغل نصف عمود آآ غرزة حشو بس انتي لو اشتغلت نصف عمود او حشو هتضطر تزاودي في عدد السطور. فافضل طبعا ان احنا نشتغلها بغرزة العمود بلف. يبقى اتفقنا نبدأها بستة سنتي. الستة سنتي هيطلعوا معيك اتناشر سلسلة. لو هتشتغل بخيط ارفع يبقى تحرسي دايما انك تبدأي بستة سنتي من السلاسل ايا كان عددهم. هترتفع في المنطقة دي الاولانية تسع سطور بدون تزايد. احنا برضك لو نلاحظ. هنا كان تمن سطور. هنا هنزود بقى هنا تسع سطور. بدون تزايد. بنفس العدد اتناشر غرزة عمود بلف. هنرجع بعد كده المنطقة دي هيكون سطر تزايد وسطر بدون. نفس بالزبط اللي عملنا هناك هيكون سطر الاولاني فيه تزايد والسطر اللي بعده بدون تزايد وهكزا تزايد ودون تزايد تزايد ودون تزايد بغاية من خلصة ست سطور. هنشتغل التزايد اول غرزة واخر غرزة من الراوند. بعد كده هشتغل في المنطقة دي ست سطور. تزايد مستمر. هنشتغل ست سطور تزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة. ولما نوصل للجزء الاخير هنعمل عشرين سلسلة في المنطقة دي. دايما العشرين سلسلة ثابتة في كل المقاسات. ده بالنسبة طبعا لاخر اخر حجم الاندر. وهنشتغل ست سطور بالغرزة طبعا هتحديديها. سواء زجزاج او شبكة او اي غرزة طبعا انت حابها. هنيجي في الجزئية لأسف التحت دي او المكمل الجزء التاني. من ناحية التانية. هنشتغل في المنطقة دي بنفس العدد. هنشبك طبعا خيط في المنطقة دي. ونشبك نشتغل تلت سطور بدون تزايد بنفس العدد اتناشر غرزة عمود بلفة. وبعد كده هشتغل تلتاشر. تلتاشر سطر. تزايد مستمر في اول غرزة وفي اخر غرزة. ده طبعا بالنسبة للمقاس الخاص او تعالوا بقى نشوف المقاس اللي احنا هنطبق مع بعض عليه النهاردة بازن الله. اول حاجة هبدأها هنشتغل طبعا خمسة سنتي من السلاسل. هيطلعوا معي عشرة سلسلة. او عشرة غرزة طبعا. بعد كده هنشتغل تسع سطور بدون تزايد بنفس العدد عشرة غرزة. وبعد كده هرتفع ست سطور تزايد سطر. والسطر اللي بعده بدون تزايد. التزايد بيكون في اول غرزة واخر غرزة. يبقى سطر تزايد وسطر بدون سطر تزايد وسطر دون سطر تزايد وسطر بدون تزايد. بعد كده هشتغل خمس سطور اللي هي في المرحلة الاخيرة. تزايد مستمر. تزايد مستمر دوت في ايه? في اول الغرزة وفي اخر غرزة بقية الغرزة اللي في المنتصف ما باشتغلش فيها تزايد. لما بوصل للمرحلة دي طبعا باشتغل عشرين سلسلة من الناحيتين من الجانب ده ومن الجانب ده. في النهاية باشتغل ست سطور من الغرزة اللي هتحديديها. لما هاجي للجزء التاني هشبك خيط طبعا في نفس المكان. هشتغل تلت سطور بدون تزايد بنفس العدد عشر غرزة. وبعد كده هشتغل اتناشر سطر بتزايد مستمر في اول غرزة وفي اخر غرزة. وفي النهاية بعمل خمستاشر سلسلة من الجانب ده وخمستاشر سلسلة من الجانب ده. وبارتفع ست سطور بالغرزة اللي هنحدده. ده كده عشان لو فيه حد بيصور. ودي طبعا المقاسات اللي الارتفاع هنحدده مع بعض دلوقتي ونشوف بالنسبة لكل المقاسات. ده مقاس دي طبعا بتكون ست غرق ست سلاسق ست سطور سوري. وده مقاس او اكتسلار. بالشكل دوت احنا كده خلاص قسمنا كل المقاسات بتاعتنا واحنا خلاص معنا مقاس ميديم ومعنا ايه العدد بتاعنا هنشتغل ميديم يعني اتنين وعشرين صمتي. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقت معكم على فكرة نفس صمك الخيط ده ريت جدا من قليز آآ كوتون جولد. علشان كده قلت اطبق به معكم. هنبدأ نشوف. نشتغل عشرة من السلاسل. ورقة كمان المقاسات اهي. بشتغل عشرة سلسلة. في البداية بعمل عقدة البداية. بسيب مسافة من الخيط وبلف على الهوى حلقها في الشكل ده. بدخل فيها. بلاف الخيط على الابرة. وبخرج من الحلقة دي. وبقفل عقدة البداية بشد الخيط من تحت كده. هشتغل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. هنقيز دلوقتي بقى المقاس بتاعنا. احنا اتفقنا عايزين خمسة سنتي. المقاس بتاعي مزبوط خمسة سنتي. بحط الصفر طبعا عندي البداية. والخمسة عند ايه? نهاية السلاسل. احنا كده بدأنا عشرة سلسلة بالخمسة سنتي. لو حابين كمان تشتغلوا بابرة رقم تلاتة ونص مع قليس كوتون جولد هي هي ما فيش مشكلة. مش تفرق النص سنتي دي. يا اما تلاتة ونص او تلاتة. هي تلاتة دي. بعد كده هرتفع. انا هشتغل بغرزة العمود بلفة. يعني هرتفع ارتفاع الغرزة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. وهروح طبعا انا ارتفعت من دي. يعني تلات سلاسل وارتفعت ويعتبر من الغرزة السلسلة رقم اربعة هنا بقى. هسيب واحد اتنين تلاتة. وهسيب كمان الغرزة اللي انا اعتبر ارتفعت منها وهروح للي بعدها. هشتغل العمود بلفة. وهعتبر طبعا التلات سلاسل دول او العمود عندي. كده اتنين. بلف الخيط على الابرة وبدخل طبعا انا في بداية السلاسل ما عنديش حرف فيه كامل فبدخل في الضلع الخلفي من الغرزة الباكلوب بالشكل ده. واشتغل الغرزة بتاعتي كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة سبا تمانيا تسا عشر بعد كده بنفس العدد هرتفع تلات سلاسل من نفس المكان اللي انا فيه واحد اتنين تلاتة وهلف الشغل بتاعي الناحية دي. هشتغل انا طبعا ارتفعت ان المكان ده مش هشتغل فيه تاني. يعني الفراغ الاولاني ده مش هشتغل فيه تاني هروح للغرزة اللي بعدها واشتغل كده اتنين. طبعا سلاسل اللي اتفعنا اتابرها امود. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ورقم عشرة دايما هنلاقيها اهي بكلف ميل اللي هي سلسلة التالتة من العمود اللي احنا طبعا اللي تحت. اهي. بدخل في حرف الفي كامل بتاعها. واشتغل الرقام عشر. الشكل ده. اهو. كده انا اشتغلت معاكم سطرين. مفروض ان انا بشتغل تسعة سطور في المنطقة دي. اهو. دي كده تسعة سطور. التسعة دي. بيتافع في المنطقة دي تسعة سطور. المفروض ان انا بكمل في نفس المكان اللي فيه. يعني فضل لي كده سبعة. هارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة ولا في الشغل بتاعي كده. مراجعة سريعة على غرزة العمود بلفها عشان ما حدش لغبت معي. بيكون معي حلقة على الابرة بلف الخيط بيكون معي كده حلقتين. انا اه اشتغلت التلات سلاسل من المكان ده من الفراغ ده يعني مش اشتغل فيه تاني. هروح للفراغ اللي بعده في حرف الفي كامل كده. اهو. وهدخل الف الخيط على الابرة واخرج. بقى معي تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. بقى معي حلقتين الف الخيط واخرج من الاتنين. وبكمل طبعا بتاعي بكل بالطريقة دي بنفس الطريقة. وبكمل لغاية ما بوصل تسع سطور بالنفس الطريقة هكمل وهرجع لها. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع سطور زي ما اتفقنا في الجزئية دي. بعد كده في المرحلة اللي جاية هاشتغل ست سطور تزايد سطر والسطر اللي بعده بدون تزايد طيب طريقة التزايد هتكون ازاي? هنبدأ نرتفع تلاتة سلسلة وهناعتبرها طبعا اول عمود بلفة معي. ادي واحد اتنين تلاتة. وده اول عمود بلفة معي. هدخل بعد كده فين? احنا كنا بنشتغل عشان نشتغل نفس العدد مضبوط بدخل في الفراغ التاني. لكن انا عاوز اعمل تزايد في المكان الاول في اول غرزة وفي اخر غرزة. وبما اني التلات سلاسل دول اول غرزة يبقى هدخل في اول فراغ اللي هو طبعا طالع منه التلات سلاسل واشتغل غرزة عمود بلفة كمان. يبقى كده اتنين اهو. اشتغلناهم في اول غرزة. بعد كده هشتغل باقي الغرز بدون تزايد. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واخر غرزة اللي جاية لان احنا طبعا احنا معنا عشرة اشتغلنا على اول واحدة تزايد واخر واحدة تزايد ازا اللي في المنتصف هيكونه تمانية. هشتغل على اخر غرزة اهي في سلسلة رقم تلاتة اهي ما ننسهاش هشتغل مرتين. كده واحد. تاني في نفس الفراغ اهو بدخل واشتغل غرزة كمان. طيب كده اشتغلت انا سطر فيه تزايد. سطر اللي جاي بدون تزايد. يعني بشتغل على نفس العدد. انا اصبح معايا كم غرزة بقى معايا دلوقتي انا زودت بدال عشر زودت غرزتين. يبقى معايا اتنشر غرزة. ارتفعت التلات سلاسل وهعتبرهم اول غرزة. السطر دوت مش اشتغل في المكان ده تاني. طالما ما فيش تزايد وبقى انا عايز اشتغل على نفس العدد. يبقى هروح للغرزة اللي بعدها. اهي. الفراغ رقم اتنين وهبدأ اشتغل كده. يعتبر معايا غرزتين. التلات سلاسل ارتفع غرزة. ودي الغرزة رقم اتنين. هنكمل كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تسعة. ما بحاول اكون بطيئة معكم عشان ما تتضيقوش. عشرة. وفي نفس بقى مش عايز اطول الفيديو عليكم. حداشر. ورقم اتناشر اهي. كيف نايل شوية ما ننساهاش دايما. اتناشر. طيب. اشتغلت كده سطر تزايد. والسطر اللي بعده بدون تزايد. والسطر اللي جاي هيبقى فيه تزايد. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده اول عمود عندي في السطر. طالما فيه تزايد يبقى هشتغل في نفس الفراغ تاني كمان مرة. يعني كده دي اول غرزة عندي الفراغ اللي طلعتها منه اهو. معنا كده ان انا هشتغل في الفراغ ده كمان مرة. عمود بلفها كمان. يبقى كده معايا اتنين. وهكمل بقى على باقي الغرز لغاية ما اوصل باقي الغرز بدون تزايد لغاية ما اوصل لاخر غرزة هشتغل فيها مرتين. كده العدد هيزيد معي هيبقى اربعتاشر. في كل سطر طبعا بتزايد مرتين. مرة في الاول مرة في الاخر. وبكمل السطر اللي بعده بدون تزايد. والسطر اللي بعده تزايد واللي بعده بدون تزايد. لغاية ما اكمل ست سطور زي ما اتفقنا سطر تزايد وسطر دون تزايد. هكمل بنفس الطريقة وبعد كده هرجع. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا ست سطور سطر تزايد وسطر بدون سطر تزايد وسطر بدون ست سطور كده بالشكل ده زي ما احنا شرحناها مع بعض. اصبح معي الشكل زي ما احنا شايفينه بالطريقة دي وبالشكل ده. المرحلة اللي جاية هنعمل ايه? هنبدأ نعمل خمس سطور. اهي ما اسمعنا مصبوط. خمس سطور بتزايد مستمر. يعني ايه راندة تزايد مستمر? الفتر المرحلة اللي فاتت. الست سطور دول كان فيه سطر فيه تزايد وسطر تاني لأ. الخمس سطور اللي جايين هيكونوا كلهم فيهم تزايد. في اول غرزة وفي اخر غرزة. على مسافة خمس سطور كاملين. يعني ما بوقفش التزايد والتزايد بتاعي دايما يا جماعة بس بيكون في اول غرزة وفي اخر غرزة. واحد اتنين تلاتة وهلف الشغل بتاعي كده. وطبعا التلات سالسة الارتفاع هنعتبرهم اول عمود بلفها موجود معايا في السطر دوت. وطالما هعمل تزايد هشتغل في الفراغ الاول. لو ما بعملش تزايد بشتغل في الفراغ التاني عشان يبقى العدد معايا مزبوط. لاني انا بيكون معايا سلاسل الارتفاع باعتبرهم عمود فبدخل في الفراغ التاني لو مش هعمل تزايد. علشان ما ستلغبطوش يا جماعة. لكن لو هعمل تزايد معنا كده ان انا ارتفعت من الغرزة دي يبقى هدخل فيها تاني وهشتغل كمان مرة علشان يكون عملنا تزايد. يبقى احنا كده انا كان طبعا وقفت على ستاشر غرزة بعد التزايد بتاعي. كده دلوقتي معنا اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر عفوا تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستة وطبعا اخر غرزة بشتغل فيها مرتين يبقى يصبح معي العدد تمنتاشر كده دي سبعتاشر وطمانتاشر زي ما احنا شايفين هرتفع الراون دل بعد وهعمل تزايد بردك. يبقى ده تاني سطر ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفت الشغل بتاعي. اتفقنا طالما هنعمل تزايد وبقى هشتغل في اول فراغ كمان مرة. بالشكل ده. وهكمل بقى بقية السطور بتاعتي هكمل طبعا بعدد على كل غرزة بغرزة زيها. لغاية ما وصل لاخر غرزة بشتغل فيها مرتين. وبكمل كمان تلات سطور بعد السطرين دول. وهرجع لكم. راجعت لكم تاني بعد ما كملت الخمس سطور تزايد مستمر زي ما احنا شايفين. بالشكل ده بيكون الاندر معي. في المرحلة اللي جاية من نفس المكان اللي انا وقفة فيه بقى هنتفع زي ما اتفقنا عشرين سلسلة من الجانب ده وعشرين سلسلة من الجانب ده. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تس ساعة عشرة احداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. بعد ما ارتفعت عشرين سلسلة طبعا هعمل واحدة سلسلة للامان. وبعد كده هقص الخيط. وهسحب طبعا ايه الشغل بتاعي كده. هرجع تاني في الطرف ده. هشبك الخيط بتاعي طبعا في اخر غرزة اهي. وهدخل اعمل هو ده وهسحب الخيط بتاعي. بالشكل ده. وهشتغل عشرين سلسلة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستتاشر سبعتاشر تمانية تسعتاشر عشري. بالشكل بقى اهو شبكنا بقية الجزء الاعلى من الاندر او البكيني. في المرحلة اللي جاية عايز اشتغل بس اول راوند او اول سطر معي سطر تأسيس هعمله بغرزة الحشو. هرتفع سلسلة. وهفوت السلسلة طبعا. وهدخل اشتغل في كل الغرز بغرزة حشو. بالشكل ده. لغاية طبعا ما اوصل لنهاية السلاسل هنا. هكمل وهرجع لكم. انا طبعا ما امشي على السلاسل. لو ما اوصل الغرز هامشي على كل غرزة بغرزة حشو. وهرجع تاني امشي على السلاسل بحشو. يعني السطر كله معي هيكون غرزة حشو. هكمل السطر كله وهرجع لكم تاني بالشكل ده اهو الشكل بتاعي بقى بالطريقة دي زي ما احنا شايفين اهو بعد ما اشتغلت اول راوند بغرزة الحشو مجرد بس سطر تأسيس عشان اشتغل غرزتي. طيب علشان ادخل بقى غرزة الزجزاجة احنا عارفين ان غرزة الزجزاجة بيكون لها شكل خاص هنرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. وده طبعا عشان اول غرزة عندي هنبدأها بغرزة حشو. هشتغل في نفس الفراغ اللي هيقابلني دوت اول فراغ. حشو. واللي بعدها كمان حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغلها نصف عمود. هلف الخيط على الابرة وهدخل في الفراغ. والف الخيط واخرج. معي تلات حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم. الغرزتين اللي بعديهم هتكون غرزة عمود بلفة وغرزة عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وادخل الفراغ بتاعي اللي بعده. والف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرجوا من حلقتين. تاني اللي بعده عمود بلفة. يعني كده اتنين حشو. عمودين بلفة. كل واحد آآ آآ غرزتين فوق غرزتين. اتنين عمود بلفة. عشان ما تتلغبطوش معي. اتفعت السلسلة. وعملت حشو حشو. وبعد كده نصف عمود. وبعد كده عمود عمود. الاتنين اللي جايين هيكونوا عمود باتنين لفة. الغرزة دي. عمود باتنين لفة. سوري نلف الخيط على الابرة مارتين. وندخل الفراغ بتاعنا نشتغل عمود باتنين لفة. بيكون معي اربع حلقات. الف الخيط واخرج من حلقتين. معي تلات حلقات. الف الخيط واخرج من اتنين. اصبح معي اتنين الف الخيط واخرج منه. تاني اللي بعده عمود بلفتين. بعد كده الغرزة اللي جاية عمود بتلات لفات. بلف الخيط على الابرة تلات مرات واحد اتنين تلاتة. بدخل فاشتغل الغرزة بتاعتي. هخرج من خيط من حلقتين. ارجع اخرج من حلقتين. ارجع اخرج من حلقتين. ارجع اخرج من حلقتين. اربع مرات زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده. الاتنين اللي جايين هيكون عمود بلفتين. كده واحد عمود بلفتين. واللي بعده كمان الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين. اللي بعدها عمود بلفة. اللي بعدها كمان عمود بلفة. اللي بعدها هتكون حشو حشو. حشو. واللي بعدها كمان حشو. زي ما احنا شايفين اهو. خدنا التدريجة بتاع جرزة الزجزاج بتاعتنا. بالشكل ده. تاني بقرر بقى نفس الحكاية. حشو حشو. نصف عمود. عمود بلفة عمود بلفة. عمود بلفتين. عمود بتلت لفات. وهرجع تاني عمود بلفتين. عمود بلفتين. وعمود بلفة. عمود بلفة. نصف عمود حشو حشو. طبعا الكلام دوت بقرره لغاية ما وصل لنهاية الراوند. هقرر نفس العدد. هكتبها لكم با كمان على ورقة عشان تكون بالنسبة لكم اسهل. علشان اخرج من الغرزة دي للغرزة اللي بعدها لاني ادخل شكل الزجزاج بعمل حشو. حشو. نصف عمود. كمان نكتبهم بيه البطرون اهو برمز البطرون حشو حشو. نصف عمود. عمود بلفة. عمود بلفة. عمود بلفتين. عمود بتلات لفات وبعد كده تاني هرجع. عمود لفتين. عمود لفتين. عمود بلفة. عمود بلفة. نصف عمود حشو حشو. نكتب هنا احنا كتبنا نصف عمود يبقى كده عمود بلفة. عمود بلفة. كده اتنين. عمود اتنين لفة. نفس النظام عمود باتنين لفة. عمود تلاتة لفة. هرجع تاني عمود. نين لفة. واللي بعده نفس النظام. وبعد كده عمود لفة. واللي بعده نفس النظام عمود بلفة. وبعد كده نصف. عمود. بعد كده حشو حشو. ده كده البطرون اللي يخليني اخرج من غرزة عادية اوصلها الغرزة زي ما احنا شايفين اهو. هكمل انا بقيت بتاعي بنفس الطريقة وهرجع له. هجعت لكم تاني بعد ما خلصت الراوند التاقي. طبعا في العدد في النهاية. ممكن تحسوا ان فيه اختلاف. اه العدد معي طبعا كان ناقص غرزتين. علشان تبقوا برضك معي في اه الفكرة دي. لو لقيت العدد ناقص معاك غرزتين ممكن تمدي سلسلتين. وتكملي العدد بتاعك بقى على غرزة الزجزاج بنفس البطرون اللي انا قلتلك عليه. او انك تعملي حاجة تانية. احنا طبعا عملنا عشرين سلسلة من هنا وعشرين سلسلة من هنا. ممكن نعمل حاجة تانية. بدل ما ازود سلسلتين كمان او تلاتة او حسب بقى العدد اللي ممكن تحتاجيه. لان كل مقاس بيختلف من اه ايا كان بقى العدد اللي انت هتحتاجيه. انا جيت في اه في السلاسل بتاعتي طبعا عشان خاطر انا محتاجة سلسلتين زيادة اشتغلت فيه هنا عندي غرزتين اشتغلت فيه مورتين. يعني انا جيت ايوا اهين في المكان ده. مشيت بنفسي طبعا التكرار بتاع اللي احنا اتفقنا عليه دوت. بس عملت ايه? يعني مسلا هنا لكل غرزة انا بشتغل عليها مرة واحدة بس. الفراغ الواحد بشتغل عليه مرة واحدة بس. فيه فراغين انا اشتغلت عليهم مرتين. بحيس ان انا طبعا العدد بتاعي يطلع متساوي زي ما احنا شايفين كده. الفراغ ده اهو انا زي ما انتم شايفين دخلت فيه مرتين. بس الغرزة بتاعت اللي فوق هي هي ما بغيرش طبعا من طبعتها. ازا كانت عمود بلفة هخليها عمود بلفة. ازا كانت عمود بلفتين يبقى هي هي زي ما هي. انا بشتغل هنا. انا هنا المكان عندي جيه مكان العمود بلفتين. فخليت العمودين بلفتين فيه فراغ واحد. بحيس ان انا طبعا هكده قدتلي نفسي سلسلة. الفراغ اللي بعده بردك. فيه في غرزة تانية هنا. انا اشتغلتها اهي. حشو. اشتغلت فيها مرتين. جت المكان عندي غرزتين حشو. خليتهم فيه فراغ واحد. يبقى انا كده اديت لنفسي المسافة السلسلتين اللي انا محتاجاهم من غير ما زودهم على عدد الثلاث. يعني اشتغلت مرتين فيه آآ فراغين. يعني فيه فراغين عملت فيهم تزايد بس التزايد طبعا بالغرز بنفس العدد اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى احنا هنا لو حسيتي منتي محتاجة العدد بتاعك لآآ عدد سلاسل زيادة ما تزاوديه السلاسل. لان انا مش عايزة ان احنا نزاود طبعا في المقاس. ايه ما تزاودي سلاسل على السلاسل بتاعتك من البداية بدل ما تعملي عشرين تعملي مسلا اتنين وعشرين او اقصر حسب بقى ما انت عايزة. او تعملي زي ما انا عملت. انا بنفس العدد المتوفر عندي. اتصرفت طبعا ازاي? اتصرفت بان انا آآ كان فيه عندي غرزتين زيادة ملهمش مكان. اشتغلتهم في وسط الغرز يعني اشتغلت في الفراغ الواحد اشتغلت فيه فراغين هنا كده طالما هزود غرزتين يبقى هزود على فراغين. فيه فراغين اشتغلت فيهم مرتين. يبقى دي الحيلة اللي احنا طبعا هنعرفها دلوقتي او عرفناها دلوقتي لو احتاجتي سلاسل عشان تكملي الغرزة بتاعتك. السطر اللي جاي هنشتغل سلسلة وهنشتغلوا كله بغرزة الحشو. من اول فراغ طبعا لحد اخر فراغ بشتغل بغرز الحشو. هشتغل الراوند بتاعي كله بغرزة الحشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت سطر بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده بعد ما طبعا عملت الجزئية الاولانية من الاندر. عملت سطر حشو. وبعد كده عملت سطر تأسيس غرزة الزجزاج زي ما احنا شايفينها اهي. وبعد كده عملت حشو هرجع تاني بقى اشتغل غرزة الزجزاج بتاعتي بشكل طبيعي. طيب انا دلوقتي مفروض ان انا هشتغل غرزة عمود بلفة. السطر بتاعي خلاص هيبدأ بقى نشتغل بغرزة العمود بلفة. يبقى ارتفع كام? تلاتة سلسلتين لان غرزة الزجزاج عامة ارتفاعها بستمرار سلسلتين حتى لو بشتغل غرزة عمود بلفة. يبقى ارتفعت سلسلتين ولفيت الشغل بتاعي بالشكل ده. السلسلتين دول طبعا هاعتبرهم اول عمود بلفة معايا. انا بشتغل آآ على غرزتين حشو مع بعض ومعاهم نصف عمود. ولو قبليهم طبعا نصف عمود هنشتغله معاهم بحيس بيكون معايا اربع غرز مع بعض بس احنا عشان في بداية الصد عندي بس حشو حشو بعد كده النصف عمود فانا دلوقتي الفراغ دوات اشتغلت فقي سلسلتين Haha بعد كده اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بلفة لغاية نصه كده تنين وخليت الحلقة معايا على الابرة رقم تلاتة هلف الخيط تاني وادخل في الغرزة اللي بعدها اللي تعتبر غرزة النصف عمود من تحت. هلف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة التالت معاي على الابرة وبعد كده ana دلوقت اشتغلت على اتنين حشوة على واحدة نصف عمود. هلف الخيط واخرج منهم كلهم. بعد كده معي اربع غرز هشتغل عليهم اربع عمود بلفة بشكل طبيعي. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربع. الغرزة اللي جاية هشتغل فوقيها تزايد وهعمل فوقيها اربع عمود بلفة في فراغ واحد ولو نلاحظ ان الغرزة اللي جاية هي المكان اللي فيه الغرزة العمود بتلات لفات. يعني فوق العمود بتلات لفات بشتغل اربع عمود بلفة في نفس الفراغ. واحد. تاني اهو في نفس الفراغ. اتنين. تاني في نفس الفراغ. تلاتة. في نفس الفراغ. اربع. هروح اشتغل بعد كده اربع عمود بلفة فوق اربع غرز بدون تزايد كده واحد واللي بعدها واحد كده اتنين واللي بعدها في التلاتة واللي بعدها واحد يبقى اربع. بعد ما اشتغلت اربع غرزة عمود بلفة على اربع غرز معي هروح اشتغل على النصف عمود والاتنين حشو والنصف عمود هشتغلهم مع بعض في غرزة واحدة هدخل بلف الخيط على الابرة وبدخل في كده عندي اللي جاية دي اهي نصف عمود هدخل واشتغل عمود بلفة لغاية نصفه بالشكل ده خرجت حلقتين وسبت الحلقة التالتة على الابرة واللي بعدها كمان هدخل اشتغل نصف العمود اهو يبقى معي حلقتين اللي بعدها كمان اربع حلقات بيخليهم معي على الابرة والحلقة الاساسية يبقى خمسة. دي تالت غرزة. هلف الخيط ودخل الرابع غرزة. اخرج من حلقتين. وبقى الحلقة الاخيرة معي على الابرة معي دلوقتي اربع غرز اهو من الحلقات بتاعتهم. اشتغلت لغاية نصهم. بغرزة العمود بلفة لغاية نصه. واحد اتنين تلاتة اربعة والحلقة الاساسية على الابرة بقى خمسة. بالشكل ده. هرجع تاني اشتغل اربعة عمود بلفة على اربع غرز. واحد. اتنين تلاتة اربعة هتقابلني الغرزة طبعا اللي هي كانت عمود بتلات لفات هشتغل فوقيها اربع عمود بلفة عفوا في نفس الفرق كده واحد اتنين تلاتة اربع. ارجع تاني عندي دلوقتي اربع غرز هشتغل فوقيهم اربع عمود بلفة بدون تزايد كده واحد. اتنين تلاتة اربع. ارجع تاني اعمل تناقص. تناقص بيكون ازاي يا رندا? اني بشتغل اربع غرزة اربع غرز يعني اربع فراغات اللي جايين. هشتغل فيهم هعملهم غرزة واحدة مع بعض. طب ازاي? انا بشتغل اربع غرز. اربع غرزة عمود بلفة لغاية نص العمود. بخلي الحلقة معي الاخيرة على الابرة. ازاي? بلف الخيط على الابرة وبدخل دي اول واحدة اهيه. الف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين وهخلي التالتة الابرة. لتاني مرة اهو. هلف الخيط وادخل في اللي بعدها. هلف الخيط واخرج واخرج من حلقتين. وخلي التالتة على الابرة. تالت مرة وتالت غرزة اهي هلف الخيط واخرج منها. والف الخيط واخرج من حلقتين. وخلي التالت على الابرة رابع مرة او رابع غرزة بالف الخيط وادخل فيها. وادخل الف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده معي اربع غرز اشتغلتهم لغاية نصهم. والحلقة كمان اللي هي رقم خمسة الاساسية على الابرة اللي في الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد كده هقرر بقى نفس النظام. اربع قرز هشتغل عليهم اربع عمود بلفة. لما وصل للغرزة اللي بعدها اللي هي فوق العمود بتلات لفات بشتغل اربع عمود بلفة في نفس الفراغ. وبكمل بقى الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة دي بالشكل الزجزاجي دوت. هكمل لغاية موصل طبعا للنهاية السطر. في نهاية السطر هنلاقي زي ما ارتفعنا. واشتغلنا على احنا طبعا مفروب التناقص بيكون على اربع غرز مع بعض. زي ما احنا شايفين في النص هنا التناقص بيكون في اربع غرز مع بعض. في النهاية هنلاقي ان انا معي تلاتة بس. فبما انك معيك تلاتة بس هتشتغل على تلاتة بس. بالشرط يعني يكون معاك الاربعة زي المنتصف. الغرزة في المنتصف كاملة. لكن الغرزة في البداية كده ما كانتش كاملة. يبقى هنكمل بقى لغاية نهاية السطر بغرزتي بشكل الطبيعي هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين الشكل معي ايه? انا حبيت بس ارجع لكم في اخر تلات غرز عشان تفهموا وجهة نظر ايه? انا دلوقتي المفروض ان بعمل في المنتصف هنا تناقص مع اربع غرز وبشتغلهم كلهم في غرزة واحدة. انا هنا اللي بقى معي تلاتة زي ما قلت لكم بزبط زي بداية هدخل اشتغلهم هما التلاتة فيهم تناقص. كده دي اول واحدة اشتغلت نصها. واللي بعدها هشتغل نصها. واللي بعدها هشتغل نصها. احنا عملنا كده تناقص في التلاتة المتوفرين عندنا. بالشكل ده. السطر اللي بعده طبعا بيكون غرزة حشو. انا بشتغل غرزة زجزاج حشو وغرزة زجزاج حشو وهكزا. احنا طبعا اتفقنا هنشتغل ست سطور. احنا كده اشتغلنا سطر والتاني يبقى فضل لنا كمان سطر. آآ طبعا سطر اللي هو يعتبر حشو واللي بعد منه كمان زجزاج هكملهم بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيهم دوت وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلص خلصت السطر التالت يعتبر السادس بالنسبة لنا احنا بنشتغل حشو وبعد كده زجزاج حشو زجزاج حشو زجزاج. في المرحلة دي. في عندي دلوقتي بقى حل من اتنين. اما اننا ابصل الخيط وقطعه خلص دلوقتي من غير ما اعمل السلاسل اللي هنربط بيها الاندر مع بعض. ونعملهم طبعا خارجيين وبعد كده يعني سلسلة طويلة وبعد كده نفضل نشبكها. يعني وليكن نعتبر مسلا ان المأز ان المتر بتاعي ده هو السلسلة اللي انا عملتها. بدخل في الفراغ ده. انا طبعا بعد ما هكون قفلت هنا وهسيبها بدون سلاسل. بدخل هنا وارجع ادخل في الطرف التاني طبعا اللي هو في الخلف. واشبك وبعد كده ارجع تاني هنا. في الغرزة دي. واسحابها واشبكها في الاندر الناحية التانية وهكزا. وفي نهاية السلسلة طبعا بربطها بفيونكة. او ان انا اعمل حاجة تانية. وده طبعا اللي انا بفضله اللي فاتت دي هي اللي انا بفضلها. ان انا ابصل الخيط على كده خلاص ونضف الشغل التاعي. واعمل سلسلة بقى يعني منتدة مسلا عشرين سلسلة او خمساشر سلسلة. واشتغل عليهم بغرزة المنزلقة. وبعد كده اه اربطها بقى ايه من الجنب ده للجنب دوت. وفي النهاية بربطها بفيونكة. او ان انت بتشتغلي عدد من السلاسل من نفس المكان اللي انت فيه اهو. ايا كان بقى عدد السلاسل اللي انت حباه. هشتغل من الجنب دوت. وهشتغل الجنب التاني كمان في سلاسل. هشبك خيط وهشتغل سلاسل. ولما اعمل الخلف برضك من المنطقة دي. هشتغل برضك سلاسل في الجنب ده. وسلاسل في الجنب ده. وفي النهاية بقى بنربطهم مع بعض. بس انا عمتا مش هعمل سلاسل. لاني هربط الاندر بسلاسل خلاص. اه مستقلة مع نفسها. طيب تعالوا بقى نشوف المرحلة اللي جاية احنا كده عملنا ايه الجزء ايه اللي قدام? من الاندر. زي ما احنا شايفين ده الجزء اللي احنا اشتغلناه اللي هي المنطقة دي. لسه افضل لي الجزئية دي. اللي هي بنشتغل تلت سطور باشبك خيط خلاص في المنطقة دي. باشبك هنا خيط. وباشتغل تلت سطور بدون تزايد بنفس العدد عشر غرس حشو. بعد كده باشتغل اتناشر سطر. بتزايد مستمر. زي ما عملنا الخمس سطور طبعا اللي فوق هنا. هشتغل اتناشر سطر بتزايد مستمر وارجع تاني اوصل خيط بقى. اشتغل خمستاشر سلسلة من الناحية دي وخمستاشر سلسلة من الناحية دي وهنوصل طبعا ونشغل بقى غرزة ازجزاج بنفس الطريقة. تعالوا بقى دلوقتي نشوف. طيب انا في المنطقة دي اهي ممكن اعمل كده. ده الخيط طبعا اللي انا قصيته. هحاول طبعا اربط فيه. انا ممكن ادخل باكتر من طريقة يعني انتم شفتوا الطريقة اللي احنا بندخل بيها ان انا بجيب الخيط بتاعي بدخل هنا وبارفت في حلقة كده. وبعملها عقدة. وبسحب الحلقة بتاعتي وبكمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي. حابة برضا كباريكم حاجة اللي هي دي. دي نهاية الخيط طبعا اللي انا قصيته. انا المفروض ده كنت اسيبه اطول شوية. بالشكل ده. اهو كده وصلت الفتلتين ببعض تاني. هاجي من هنا هدخل. اهو دي اول غرزة عندي هلف الخيط واخرج بالشكل ده. وارتفع سلسلة. واعتبارها طبعا اول تلاتة سلسلة اهو. وهروح اشتغل فيه الغرزة اللي بعدها كده اتنين. تلاتة. اربعة على كل غرزة غرزة زيها. خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة ودي رقام عشر. كده اشتغلت سطر مفروض اشتغل كمان سطرين بنفس العدد عشرة غرزة حشو هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت تلات سطور زي ما احنا شايفين بدون تزايد في الطرف التاني. هبدأ بعد كده بقى اشتغل تزايد على الجانبين لمسافة اتناشر سطر بدون توقف. على اول غرزة واخر غرزة. تلاتة سلسلة ارتفاع وبلف الشغل بتاعي وباشتغل تاني في نفس المكان طالما هعمل تزايد واتفق انا هنعمل تزايد مستمر لغاية ما اوصل طبعا ليه الجزئية دي. وباشتغل على كل الغرز لغاية ما اوصل لاخر غرزة هشتغل عليها كمان مرتين. وبرتفع كمان حداشر سطر بعد السطر دوت وباشتغل اتناشر سطر بتزايد مستمر بدون توقف. هكمل اتناشر سطر بتزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت اتناشر راون ما وصلت طبعا للمنطقة دي. في المنطقة دي بابدأ اشتغل خمستاشر سلسلة في الاتجاه دوت وخمستاشر سلسلة في الاتجاه دوت. وبابدأ اشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها المقدمة بتاعة الاندر او البكيني زي ما احنا شايفين. وبيكون ده شكله في النهاية بالطريقة دي اهو. ده شكل او ده شكل البكيني في النهاية. لو حسيتي ان انت شايف المنطقة دي طويلة شوية وحب ان ان انت اتقصري في الاسطور اللي في البداية بدل ما تشتغلي تسع سطور استغلي ستة اه او اشتغلي اه خمسة وفي الاتجاه التاني ممكن تشتغلي اتنين بس وعادي يعني ما فيش مشكلة عشان تقدر يتقصري في المنطقة دي. المقاس اللي اديت هوليك مقاس مصبوط جدا بس انا بقول لو في بعض البعض منكم بيحب يقصر الجزئية دي او شايفها طويلة شوية يقصر في العدد السطور بتاعة البداية اللي هي بدون اي تازيل. اه هنشتغل بخيط قليز كوتنجل بابرة رقم تلاتة مليميتر علشان المقاسات بتاعتنا تطلع مصبوطة وما حدش يشتكي ويقول المقاسات مش مصبوطة. شرحنا المقاسات بطريقة تمام. شرحنا كمان الاندر بطريقة اتمنى ان هي تكون سهلة عليكم. دي كان فكرتي النهاردة اتمنى يا رب انها هتنقول لعجابكم لو اعجابكم الفيديو اعملوا لي لايك والشارو وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد نين وي.